اتنع من كلامهم وقل بارك الله فيك اين نحن من هؤلاء يقول ابو بكر لخالد رضي الله عنهم تر من الشرق يتبعك الشرق واحرص على الموت سوهب لك الحياة لا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا خير في قول لا يراد به وجه الله ولا خير في من يغلب جهله حلما ولا خير في من يخاف في الله لغم تلا اتعبت من بعدك اي اخليك رسول الله كتب عمر الى ابنه عبد الله رضي الله عنهما في غيبة غابها اما بعد فانه من اتقى الله وطاه ومن اتكل عليه كفاه ومن شكر له زاده ومن اقرضه جزاه فاهل التقوى اهل الله فاجعل التقوى عمارة طلبه وجلاء بصره فانه لا عمل لمن لا نية له ولا خير لمن لا خشية له كان يقول كل يوم يقال مات قلان ومات قلان ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر ولقد مات عمر لكن على اي حال اما من كلام عثمان فقد كان يقول لو اني بين الجنة والنار ولا ادري الى ايتهما يؤمر بي لاخترت ان اكون رمادا قبل ان اعلم الى ايتهما اصير كان يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربهم لا عجب فقد كان يقوم الليل كله بالقرآن ولعليا رضي الله عنه كلام ومقال اسمع وتفكر قال رضي الله عنه الا ان لله عباد المخلصين كمن رأى اهل الجنة في الجنة فاكهين ورأى اهل النار في النار معذبين شرورهم مأمونة قلوبهم محزونة انفسهم عثيثة حوائجهم خثيثة صبروا اياما قليلة لعقضى راحة طويلة اما بالليل فصفوا اقدامهم في فلاثهم تجري دموعهم على خدودهم يجأرون الى ربهم ربنا ربنا يطلبون فكاك رقابهم وصلاح قلوبهم اما بالنهار فعلماء حلماء بررة اتقياء كأنهم القداح يعني استهام وشبههم باستهام لان اجسامهم ضامرة من الصيام والقيام يقول ينظر اليهم الناظر فيقول مرضى ووالله ما بالقوم من مرضى ولكن خالط القوم امر عظيم وما احلى واجمل وفط الله لهم وعباد الرحمن الذين يمسون على الارضحهم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فلما وصف نهارهم كان من المناسب ان يصف ليلهم فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصفف عنها عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما بكى احد الصالحين عند موته فقيل له ما يبكي فقال ابكي ان يصوم الصائمون ولست فيهم ويدكر الذاكرون ولست فيهم ويصلي المصلون ولست فيهم انظر على ماذا يبكون والروح منك وديعة اوضعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيها تعد وتحتب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقيما بعد موتك يذهب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب الدنيا دار من لا دارنا ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له من اشتاق للجنة هجر الشهوات واللزاة في الدنيا الدنيا كالحلم تمرهم الرسحات ساعة من زمن ثم تنقضي ألا إنها رحلة بدأت وسوف تنتهي هب الدنيا تساق إليك عفواً أليس مصير ذلك إلى انتقالي وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حيناً ثم آدم بالدوالي أحبتي ليس المطلوب سرق الدنيا بثاةً فإن هذا ليس بالإمكان ولكن المطلوب الاعتدال في طلبها على وجه مباح لا يصد عن ذكر الله وطاعته قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يسعل ذلك فأولئك هم الخافرون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجبي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لو لم يكن في الدنيا عيد إلا أن أهلها يموتون لكفاحة اشتركوا في القناة